ننتقل إذن إلى هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي نتابع مرحبا بكم أنا اليوم سعيد بهذا اللقاء مع معالي عبدالله حسين اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا الشقيقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى بلده الثاني المملكة المغربية هذه مدة ونحن نتمنى هذه الزيارة معالي الرئيس ونحن سعداء بزيارتكم ونرحب بكم وبالوفد المرافق لكم لقاءنا شمل جرد النقط الأساسية النقطة الأولى هي علاقات تنائية بين المغرب وليبيا والروابط القوية والروابط العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين وأبلغت معالي نائب الرئيس حرص جلالة الملك محمد السادس على الحفاظ على هذه الوشائج القوية بين الشعبين والحفاظ على التواصل الدائم مع المؤسسات الليبية في إطار ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك ووحدة مصير ما يجمعنا كذلك في إطار المنطقة المغاربية من تحدياته تحدثنا في إطار العلاقات التنائية على بعض الاستحقاقات المقبلة وأهمها عقد منتدارج الأعمال في الأسابيع المقبلة وكذا عقد اللجنة القنصلية المشتركة خلال الأيام المقبلة لنظر في كل القضايا اللي كتهم الجاليتين الليبية في المغرب والمغربية في ليبيا وكيفية الحفاظ على هذا الرصيد المهم في علاقتنا اللي هو هذا الرصيد البشري هذا العنصر الإنساني اللي هو عنصر أساسي ومكون أساسي ونقطة قوة أساسية في العلاقات المغربية ليبيا تحدثنا كذلك على التعاون في بعض القطاعات المهمة خاصة في القطاع الزراعي وكيفية تطوير التعاون في هذا المجال كما يمكن توقع جزء كبير من الحديث كان حول دعم المصر السياسي في ليبيا وهنا كذلك أبلغت معالي نائب الرئيس دعم جلالة الملك لهذا المصر ودعم جلالة الملك لما حققه المجلس الرئاسي والسلطات التنفيذية المؤقتة في ليبيا من إنجازات منذ توليهم لهذا المناصب وكذلك دعم جلالة الملك لكل مجهودات ليبيا لتجاوز الصعب التي تتوجه لا المجلس الرئاسي ولا الجهاز التنفيذي المؤقت في تجاوب مع الانتظارات الكبيرة التي ينتظرها الليبيين الوضع الحالي هو وضع فيه صعوبات صعوبات في المصر السياسي بعض الصعوبات كذلك سواء في تحضير الانتخابات أو في إطار الوفاء بالالتزامات خاصة في بعض الجوانب الأمنية والعسكرية المغرب بقدر ما هو واعي بهذه الصعوبات بقدر ما هو كذلك متيقين بأن ليبيا والليبيين عندهم القدرة على تجاوزها موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر